السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل يوم قصة مع شريف عايزة اسألكوا سؤال بتصلي؟ آه الحمد لله بتقرى قرآن؟ الحمد لله عملت عمرة؟ الحمد لله حجيت؟ الحمد لله بتطلع صدقات؟ الحمد لله بتصوم رمضان؟ الحمد لله بتقيم الليل؟ بتصلي التراويح؟ الحمد لله طيب بس ثانية واحدة انت حجيت؟ هتقول لي فيه ناس هتقول آي وناس هتقول لا لما انت حجيت حطيت كم نية للحج ايه ده طب بلاش الحج طب لما انت عملت عمرة بلاش العمرة طب لما انت صليت حطيت وانت حطيت كم نية للصلاة؟ كم نية؟ تدمت كم نية كده؟ هصلي عشان واحد نية ثلاثة اربعة خمسة ستة تلاتين اربعين حصوم رمضان بكم نية؟ واحد نية ثلاثة اربعة القرآن بكم نية؟ هأقرأ القرآن بكم نية؟ ايه ده بجد؟ آآ اصل الصحابة كانوا تجرنيات كل مما ننوي كتير ناخد كتير عشان كده لو ما نوتش ما تاخدش يلا نحفظ لو ما نوتش ما تاخدش تاخد ما انت كده كده حطيره جزء من القرآن كده كده هتصلي في المسجد الفجر ولا الظهر ولا كده كده هتعمل العبادة دي زيك زي ملايين البشر بس الفرق بين الاتنين حضور القلب وعدد النواية اللي دخل بيها وعدد النواية اللي دخل بيها لذلك جاء في الأثر إن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة العبد ياخد كتابه بيمينه فينبسط قوي فالعبد ينظر في كتابه كده وفرحان فيجد فيه الحج العمرة الجهاد الزكاء الصدقة نحفظهم حج عمرة جهاد زكاء صدقة فالعبد يقول يا رب انا ما حجيتش لسه انا ما اعتمرتش لسه انا ما جاهدتش بس انا تصدقت وصليت وكده وبس بس انا فعلا ما حجيتش وما اعتمرتش وما جاهدت في حاجات مش موجودة ما عملتهاش فربنا سبحانه وتعالى يفكروا ويذكروا اما كنت تقول في الدنيا لو ان لي مالا لحجشت فهيكا لما كنت بتقول والله لو معايا فلوس لحج لو معايا فلوس لعمل عمرة لو معايا فلوس لعمل العبادة دي لو انا عند القدرة على فعل العبادة دي لكنت عملتها الصدقات الكتيرة ولا غيرها وشارك في بناء مستشفى ولا مسجد ولا علم ناس فقراء اه كنت بقول كده فربنا سبحانه وتعالى يقول له اطلعت على نيتك فوجدتك صادقا فيها فكتبت لك ثواب كل ذلك كل اللي انت نويت تنكتب لك بالكامل فاوعى تكون بخيلة على نفسك واوعى تكوني بخيلة على نفسك بالنية محتاجين ناخد واجب كتاب رياض الصالحين نقرأ فضائل الاعمال فضائل القرآن حطها كلها نواية فضائل الصلاة كلها نواية عشان كده الحسن البصري بيقول خل ده اهل الجنة في الجنة وخل ده اهل النار في النار بالنيات ده كتنيته يعصي طول العمر والتاني كتنيته تعرب بنا طول العمر ولما يعصي توب فبص النواية فرقت ازاي علشان كده اخلص النية وعدد النية وعليك وعلى كتاب رياض الصالحين نتعلم منه فضائل وثواب ونيات الاعمال سلام عليكم اشتركوا في القناة